أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إصابة العشرات من الجنود في مواقع تجمعهم على حدود قطاع غزة بمرض اللشمانية الجلدية وكانت صحيفة معريف العبرية كشفت عن الاشتباه في إصابة عشرات جنود الاحتلال الإسرائيلي في مواقع تجمعهم على حدود قطاع غزة بمرض اللشمانية الجلدية وذكرت الصحيفة أنه تم تشخيص إصابة عشرات الجنود بآثات جلدية يشتبه في أنها طفيل اللشمانية المسبب لمرض وردة أريحة ومشيرة إلى أن هذا المرض الجلدي الالتهابي قد يتطلب وقف الخدمة العسكرية